هم لا شك الآن رويضا رويضا ستعترف بهم الدول لاحقا لأنهم غيروا الاستراتيجية وفهموا المسألة في نظري لذلك الحاجات التي أو الأشياء التي قاموا بها أنهم لمن أراد من الأفغانيين أن يهرب حتى المجرم حتى الذي فسد وخرب الدولة أراد أن يخرج فليذهب نعم أذهب فأنتم اطلقا بقال لا أحسروهم حتى لا يذهب هؤلاء مجرمون لا عفو نعم عفو لذلك أنا أقول هذا الكلام لا أقول لغير المسلمين لا لهؤلاء المسلمين الذين ينظرون الظورة سوداء ويتهمونهم بما ليس فيهم يعني لو قالنا دولة أخرى كان يمسكوهم هؤلاء وخاصة للذين هم معلومون لديهم بإجرامهم وبموالاتهم للمحتل ومع ذلك قالوا لهم من يريد أن يذهب فيلسق في الطائرات بعض الناس لا تفهم هذه المسألة ينظروا تلك الطائرة التي تعلق بها بعض الأفراد ويقول انظر انظر خوف هؤلاء هؤلاء أما صنف منهم مجرمون ويريد أن يرمي نفسه بأي شيء وصنف آخر مسكين لا يدري خوفوه فقال خليد لنسق في الطائرة بأي طريقة طيب هم لو أرادوك لا يمكن أن تذهب أبدا ولهم طرق ولكن فتح المجال لمن يذهب على رجلها لمن يذهب في طائرة يذهب على بعين يذهب على عصان فتح الباب حتى لا يقرب هل هذه الدول قمعية تمنع مواطنها من الصفر أبدا لا داعي أن نسمي حتى لا يقال شيئا آخر كثير من الدول تعلن أن لا يسافر فلان وفلان وفلان هل عندك عليه شيء ما عنده عليه شيء استحبوا ذي لا يسافر طيب هات هات حتى نملعهم الصفر لا تخلوه يمشي وهؤلاء في هذا الوضعية الصعبة ومع ذلك من أراد أن يذهب فليذهب لأمريكا لكندا لأوروبا للملدان الإسلامية العام مفتوح اشتركوا في القناة